وعشان كده يمكن يعني حضرتك كان الجواب السؤال الخامس اللي سألنا البرنامج بتاع الزكاء الصناعي لما سألنا طب اوصف لنا جهود الدولة اللي تمت على مدار الثمان سنين في سيناء رد عليها بكلمة واحدة باللغة الانجليزية عشان نترجمها باللغة العربية كلمة expensive يعني انها التنمية متسعة ومركزة وشاملة في كل الربوع المنطقة ويمكن هو عبر عن عمر صور لشكل التنمية اللي بتحصل في سيناء وربطها زي ما حالكم شايفين شبكات الطرق وازاي انها بتتربط البنية الاساسية اللي مطلوبة ومشروعات تنموية بتتعامل النهاردة جوه سيناء والحياة دول ببساطة شديدة فعلا بيعكسه الرؤية والمحاور اللي اشتغلت عليها الدولة المصرية عشان تغير شكل الحياة مع سيناء وتصبح سيناء جزء لا يتجزأ بالكامل من وجه مصر كانت التنمية العمرانية المتكملة وتحسين مستوى الخدمات الاساسية والتنمية الاقتصادية وجذب استثمارات عشان نخلق فرص عمل ومقاومات للتنمية المستقبلية لكل اهالي مصر واسمحوا لي حاستعرض مع حضراتكم هذه المشروعات بالتفصيل ولكن هنا رقم مهم جدا لازم نتوقف عنه ان احنا يمكن لما حصرنا حجم الاستثمارات المنفذة والجاري تنفذها في شبه جزيرة سيناء لوحدها وهنا انا مش رابط مع اللي بيتم في اقليم قناة السويس ومع منطقة المنطقة الاقتصادية انا باتكلم فقط على شبه جزيرة سيناء بنتكلم على 610 مليار جنيه مصري فعلا انفقت وبتنفق النهاردة على التنمية المتكملة لسيناء لو كلمنا على التنمية العمرانية وهنا يمكن كان اهم شيء ودي كان يعني الرؤية الثاقبة اللي نبدأ بيها هو ازاي الربط الكامل ما بين غرب قناة السويس والشرق قناة السويس او اقليم سيناء وده كان من خلال رؤية متكملة للربط بمجموعة من المحاور اللي هي بنعتبرها شرائيوني التنمية اللي اتربط من اقصى شرق مصر الى اقصى غربها مرورا بمجموعة من الانفاق والكباري اللي بقت بمثابة فعلا هي دي روابط لعملية التنمية احنا بنيجي نتكلم على الربط فقط الربط البري بنجد ان احنا عندنا خمس انفاق تحت قناة السويس اضيفة للنفق الوحيد اللي كان موجود اللي هو نفق الشهيد احمد حمدي في السويس احنا النهاردة اصبح لدينا ستة انفاق عندنا سبع كباري عائمة وعندنا ايضا مجموعة هائلة من شبكات الطرق اللي تم تنميتها في سيناء اللي تصل او تتجاوز 3000 كيلو متر من الطرق